موسيقى نشط مفصلة للأنباء والبداية مع العنوين موسيقى قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من البلدات والقرى بحثا عن المتحررين الستة وفصائل المقاومة تحذر من المساس بالأسرى وتصف أمنهم بالخط الأحمر موسيقى طالبان تعلن الحقائب الرئيسية في الحكومة الأفغانية الجديدة وتواجه دعوات إلى عدد من الدول للمشاركة في مراسم إعلان الحكومة وواشنطن قلقة من أسماء بعض الوزراء موسيقى انتخابات تشرعية ومحلية في المغرب اليوم وحزب العدالة والتنمية يتهم منافسيه بشراء الأصوات موسيقى أهلنا بكم اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي عددا من قرى جنين بحثا عن المتحررين الستة كما اقتحمت القوات قرى عنين وعربونة والجلمة وسهل عرابة جنوب جنين ونشرت فرقة مشات وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة وكثفت من وجودها ونشرت تعزيزات عسكرية في المحافظة كما نشرت حواجز تفتيش في حيفا والعفولة والنهورة حركة الجهاد الإسلامية كدت أن ما يجري بحق الأسرة هو عدوان انتقامي خطر وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعرف وفي بيان شددت حركة الجهاد على أن الاحتلال ينتقم لفشلها الأمني المدوي بعد نجاح الأسرة في انتزاع حريتهم مشيرة إلى أن أي مساس بالأسرة هو خط أحمر لن يتم السكوت عنه وأكدت استعدادها لفعل كل شيء لحماية الأسرة ومساندتهم في مواجهة الإرهاب الذي يتعرضون له سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أكدت أنها لن تسمح على الإطلاق بالسمرار العدوان على الأسرة مؤكدة أن خيارات المقاومة مفتوحة في هذا المجال وفي بيان لها قالت سرايا لن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم ونقول للعدو أن أي تعقيد لن يمنعنا من ممارسة واجبنا تجاههم بيان سرايا القدس يأتي في ظل إجراءات انتقامية للاحتلال من الأسرة عقب عملية سجن جلبوع فصائل المقاومة في غزة وصفت تحرر الأسرة الفلسطينيين بالصفعة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وفي بيان حذرت فصائل المقاومة سلطات الاحتلال من إجراءاتها الانتقامية بعد عملية نفق جلبوع دعاية الشعب الفلسطيني إلى احتضان الأسرة وإلى شد الرحال إلى الأقصى وإشعال ثورة غضب في وجه الاحتلال والمستوطنين هذا وقد أكد الأسرة في رسالة خاص بها الميادين أن الاحتلال شرع في سلسلة عقوبات جماعية انتقامية في جميع السجون وكان مكتب أعلام الأسرة أفاد بأن السجون الإسرائيلية مقبلة على موجة تصعيد خطرة في ظل الإجراءات العقبية التي تفرضها إدارة السجون على المعتقلين وبحسب المكتب قررت إدارة السجون الاحتلال تقليص مدة خروج الأسرة إلى الثورة بل إلى الفورة أي الفسحة إلى ساعة واحدة وتقليص عدد الأسرة في ساحات السجون وإغلاق الكانتين أي المقصف فضلا عن إغلاق أقسام أسر الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على السجون هذا ولا تزال تل أبيب تعيش صدمتها وتخبطها بعد تحرر الأسرة الأبطال من سجن جلبوع من دون أن تتمكن قواتها حتى الآن من العثور عليكم هذا التقرير لمنال إسماعيل بين حفرة في الأرض بمحاذاة سجن جلبوع وقوة في الجدار عند الحدود مع غزة يعيد تاريخ المقاومة الفلسطينية رسم بطولاته ويحرج الجيش الإسرائيلية ومن ورائه المنظومة الأمنية الإسرائيلية برمتها عملية الهروب من سجن جلبوع هي فشل مروع وهائل ولا توجد كلمات أخرى وعلى كل المستويات عملية تحرر الأسرة الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع والتي وصفت بالتاريخية وجهت صفعة لكل الإجراءات الأمنية في السجن الذي يعد الأكثر حماية في إسرائيل وعكست برأي مراقبين الإخفاق الهائلة والمدوية الذي يصيب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ومصلحة السجون تحديدا منذ تأسيسها في عملية الهروب الكبيرة التاريخية يطرح السؤال الأكبر حول اجتهازهم كل الإجراءات الأمنية في السجن وهم بالطبع خرجوا رغم أنف مديرية السجون وبرج الحراسة لقد اختفوا في الظلام بكل بساطة ما حصل هو فشل أمني خطر بعد أن تبين أن السجان نامت في برج الحراسة وتحتها كانت فتحة الهروب ولم تنتبه للأسرى الذين يهربون من السجن بل حتى أنهم استطاعوا أن يأخذوا أغراضهم وحقائبهم معهم الصدمة التي أصابت الأجهزة الإسرائيلية بمستوياتها كافة من جراء عملية تحرر الأسرى الفلسطينيين ترافقت مع قلق إسرائيلي من تبعات هذه العملية لكونها تمثل إنجازا معنويا لفصائل المقاومة الفلسطينية عملية الهروب من سجن جلبوع هي إنجاز معنوي هائل ويعد الأكبر في السنوات الأخيرة للمنظمات الإرهابية ضد إسرائيل وهو يوازي بحجمه عملية خطف جندي وفي مقالة معلقون إن الأسرى الستة تحولوا إلى أبطال سيدفع نجاحهم برياح جديدة في أشرعة فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة وغزة أشار خبراء إلى أن عملية تحررهم من سجن جلبوع بالنحو الذي تمت عليه من حيث التخطيط والتنفيذ الذي استمر نحو عام فضلا عن التوقيت جعلت إسرائيل تتعامل مع أحد أكبر إخفاقاتها الأمنية وطرحت الأسئلة الصعبة بشأن هذا الإخفاق بدءا من الخلل في الحماية وصولا إلى غياب الاستخبارات أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا بإنهاء خدمة مدير الأمن العام خالد بن قرار الحرب وإحالته للتحقيق وتم توجيه الاتهام إلى مدير الأمن العام السعودي بارتكاب جرائم التزوير والريشة واستغلال النفوذ للاستلاء على المال العام بمشاركة ثمانية عشر شخصا من القطعين العام والخاص أن الزعيم الأعلى لحركة طالبان هبط الله أخواند أزاد الأفغان على ما وصفه بتحرير بلادهم من الحكم الأجنبي وفي أول بيان أصدره منذ سيطرة الحركة على البلاد أكد أخواند أزاد أن الحكومة الجديدة ستبدأ العمل في أسرع وقت مشيرا إلى أن الحركة ملتزمة بكل القوانين والمعاهدات والالتزامات دورية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية المتحدث باسم حركة طالبان كان أعلن تأليف الحكومة الجديدة في أفغانستان وتعين الملة محمد حسن رئيسا للحكومة والملة عبدالغني برادر نائبا له فيما وجهت الحركة دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الأعلان عن تأليف الحكومة عبرت الخارجية الأمريكية عما وصفته بالقلق إزاء حكومة طالبان مؤكدة أنها ستحكم عليها من خلال أفعالها في تعليقها الأول بعد سيطرتها على ولاية بانشير تقول حركة طالبان أن البلاد خرجت من دوامة الحرب وأن الشعب الأفغانية سينعم بحياة سعيدة فهل انتهت الحرب فعلا؟ وهل دخلت أفغانستان مرحلة الاستقرار الأمني؟ سياسيا من الواضح أن طالبان كانت أجلت الإعلان عن تأليف الحكومة حرصا منها على حسم الوضع الميداني أولاً ولذلك أتى تأليف حكومة تصريف الأعمال غدا تحسم السيطرة على بانشير ومع حل الموضوع الحكومي يطرح تساؤل عن مدى قدرة طالبان على ضبط الوضع في بانشير وغيرها من المناطق بشكل كامل فرغم أعلان الحركة أحكام قبضتها على الولاية بدعم مباشر من باكستان إلا أن قائد جبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود أكد استمرار المقاومة بالقتال داعياً جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد الطالبان فالمقاتلون الموالون لمسعود تموضعوا في جبال وأودية الولاية ذات التضاريس الجبلية الوعرة وتوزعوا على 22 وادياً ما يعني دخول الوضع الميداني معركة الكر والفر بموازات ذلك شهدت العاصمة كابل تظاهرات عديدة دعماً للمعارضة في بانشير وتنديداً بالتدخل الباكستاني في المعركة اللافت في هذه التظاهرات إضافة إلى عنوينها هو قيام مسلح طالبان بحسب ما أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق النار في الهواء بشكل كثيف لتفريق المتظهرين أمام السفارة الباكستانية والقصر الرئاسي على وقع هتفات وشعرات تندد بطالبان مرحلة جديدة من الصدام الداخلي يخشى أن يتطور إلى مواجهة مسلحة مما تينعكس بالتأكيد على الاستقرار السياسي في البلاد في تركيا قال وزير الخارجية مولود شاويش أغلو أن الانسحاب التركي الكامل من أفغانستان سيكون خطأا مشيرا إلى أنه سيكون من الصواب أن تتولى دولة أو اثنتان مسؤولية الإجراءات الأمنية داخل المطار من جهة ثانية كشف شاويش أغلو في مقابلة مع قناة تلفزيونية تركية عن وجود تواصل بين أنقرة ودمشق على مستوى جهزة الأمن والاستخبارات واستبعد حصول مفاوضات سياسية مباشرة فاصل قصير نتابع بعده النشر من جديد أهلا بكم عشية الانتخابات البرلمانية في المغرب بثار التصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بن جيران في صفحتها الرسمية على فيسبوك جدلا كبيرا ووجه انتقادات للمنافس الأبرز لحزبه زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عبدالعزيز أخنوش حيث اتهمه باستخدام المال لشراء الأنصار والمتعاطفين بدوره رد أخنوش على حديث بن جيران واصفاً إياه بغير المهم قبل أن يؤكد أن حزبه يتعرض لهجوم حاد منذ فترة لإقرار الجميع بالهزيمة هذا ويدل المغارب اليوم بأصواتهم في الانتخابات المحلية والبرلمانية التي من المرتقب أن تفرز حكومة جديدة وسط ساؤلات بشأن إمكان بقاء حزب العدالة والتنمية على رأسها لولاية ثالثة المشهد الانتخابي في المغرب اليوم يختلف عما كان عليه قبل جائحة كورونا لا تجمعات انتخابية حاشدة ولا حملات ترويجية وإن كانت الساعات الأخيرة قبل فتح سندق الاقتراع قد شهدت زخماً كبيراً من الأحزاب في محاولة لكسب الأصوات عبر منصات تواصل الاجتماعي وقوافل انتخابية جابت الشوارع ثمانية عشر مليون مغربي أو أقل يختارون اليوم ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجمع فيها الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد وهو يوم يحدد ملامح المشهد السياسي في المغرب لخمس سنوات مقبلة نحن واحد وثلاثين حزباً تتنافس اليوم للظفر بالمقاعد تحت قبة البرلمان وعينها على الحكومة المقبلة لكن الصلاق الأشد يتركز بين أربعة أحزاب كبرى حزب العدلة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي وحزب التجمع الوطني للأحرار إضافة إلى حزب الأصلة والمعاصرة المعارض وحزب الاستقلال فيما يتوقع مراقبون أن تلقي تعديلات القوانين الانتخابية بظلالها على نتائج هذه الانتخابات من حيث التأثير سلباً على حظوظ الأحزاب القبرى وفي مقدمها حزب العدلة والتنمية نسبة المشاركة في الانتخابات تمثل رهاناً للدولة والأحزاب ولسيما أنها تجري في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب أفرزته جائحة كورونا وحالة الطوارئ والإغلاق العام اللذان رفقا تفشيها ليبقى الاقتصاد والعمل والتعليم والصحة أبرز المحاور التي ارتكزت عليها البرامج الانتخابية للأحزاب شددت المحكمة العليا الفرنسية على وجوب التحقيق مع شركة الأفارج الفرنسية لصناعة الإسمنت في سوريا بتهم التواطئ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا المحكمة رفضت طعن الشركة لإسقاط هذه التهم عنها بسبب تعاملاتها في سوريا وكانت الشركة اعترفت بعد تحقيق داخلي بأن فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمريات بعد 2011 لكنها رفضت تهمة أخرى ضدها في تحقيق أجره قضاة فرنسي نفت دمشق على نحو النقاط عوجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع تركيا لسيما في مجال مكافحة الإرهاب وتعقيبا على تصريحات وزير الخارجية التركي قال مصدر في الخارجية السورية أنه بات معروفا للقاسي والداني أن النظام الحاكم في أنقرة هو الداعم الرئيسي للإرهاب المصدر قال أن هذا النظام جعل من تركيا خزانا للتطرف والإرهاب الذي يمثل تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم وفي شرقي الفرات تلقت الإدارة الذاتية الكردية تطمينات أمريكية بعدم سحب قواتها من المنطقة وهي تطمينات تراهن قوان سياسية في الشمال السوري عليها لرفع سقف مطالبها إزاء الحوار مع دمشق تقرير محمد الخضر جرعة دعم أمريكية لقوات سوريا الديمقراطية قصد وواجهاتها السياسية مسد لعدم الانسحاب من شمال شرق البلاد يحاول الأمريكيون تبديد قلق متزايد لدى القوى الكردية فقامته حشود المسلحين التابعين لتركيا وفي خلفية المشهد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أجواء تبعد تلك القوى مجددا عن حوار جدي مع دمشق نعتبر الشعب الكردي جزء أساسي من المجتمع السوري ومن هذا المنطلق نحن جاهزون ومستعدون للمساهمة في إخراج البلد من هذه الأزمة ونقول للشعب السوري إننا في الإدارة الزاتية سعينا ونسعى بأن لا نلتزم بقانون قيصر الذي فرضت الإدارة الأمريكية على الشعب السوري إشارات عديدة يمكن رصدها لناحية تقارب أبدأ الحكومة السورية نحو القوى السياسية شمالة سمحت بمشاركة ممثلين الكرد في مؤتمر للحوار الوطني عقد مؤخرا في دمشق فيما رحبت شخصيات كردية بتصريحات دمشق حول اللامركزية واللغة الكردية إشارات بارزة لكنها لا تمس ثوابت الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد كل ما يقال أنهم تحت السيادة السورية ويريدون تحت سيادة سورية لكن يريدون الحفاظ على مكون عسكري لقزد كما حدث في عفرين مكونات أمنية ممنوع لاقتراب منها النفط وأموال وسروات الشعب السوري هم يتحكمون بها وهذه لهم هذا غير مقبول لم تخفي القوى الكردية خشيتها من أن يودي أي انسحاب أمريكي إلى تكرار سيناريو الهجوم التركي في تشرين الأول عام 2019 هجوم تل انسحاب أمريكي أنذاك وأدى إلى احتلال تركيا مساحات واسعة من الشمال السوري التمسك بوحدة وسلامة الأراضي السورية لا شك أنه يتطلب مواجهة القوى السياسية شمال البلاد المتحالفة مع قوى تحتل تلك الأراضي كما يفترض حواراً وطنياً جدية ينطلق من أساسيات عودة الدولة إلى كامل أراضيها محمد الخضر دمشق الميادين يعتزم المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي زيارة موسكو وباريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وأوروبيين بخصوص البرنامج النووي الإيراني وزارة الخارجية الأمريكية قالت المحادثات ستتناول الحاجة إلى التوصل سريعاً لتفاهم على عودة متبادلة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها من أكد النطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول القضاء على مجموعة من داعش في محافظة كاركوك وقال رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب أحبط هجوماً لداعش على نقاط أمنية في المحافظة حيث قتلت المجموعة التي حاولت تنفيذ الهجوم فيما تمت مطاردة العناصر الذين فروا من خلال طائرات التحالف الدولي وفقاً لبيان القوات المسلحة العراقية ذكرت وسائل علامة أمريكية أن الرئيس جو بايدن وقع مذكرة تسمح لوزير خارجية هانتوني بلينكين بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض فإن بايدن فوض إلى بلينكين سحب 25 مليون دولار من السلع والخدمات و22 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لمساعدة الجيش اللبناني هذا وودع لبنان أمس رئيس المجلس الإسلامي الشعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وقد شيع الراحل في بيروت وصح حضور سياسي ودني وشعبي عبا الصباخ ما فرقته الخصوبة السياسية جمعه وداع رئيس المجلس الإسلامي الشعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان فعلى مدى أيام حضر الجميع لمواساة الطائفة الشعية برحيل الشيخ قبلان هو مفتي المقاومين هو شيخ المجاهدين الأوائل هو ذاكرة أرض هو خنادق ومعسكرات وحدود ملتهبة منذ اليوم الأول للاحتلال بهالزمن بهالوقت العصير اللي عم بيمر في البلد نفقد رجل من رجالات هذا البلد اللي كان له دور فاعل بوحدة الصف بيروت الرازحة تحت أزمة غير مسبوقة في تاريخها وفي يوم وداع الشيخ قبلان تنتظر انفراجا سياسيا قد يفك أسر الحكومة أجواء تفاؤلية عمت البلاد ولا سيما أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قدم تشكيلة حكومية من 24 وزيرا للرئيس ميشيل عون حكومة حصل فيها تيار المستقبل وميقاتي على خمسة مقاعدة فيما نالت حركة أمل ثلاثة حقائب وزارية وتيار المرد ثبت حصته بوزيرين واللافت كان عودة الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى الحكومة أما التير وطني الحر فنال مع رئيس الجمهورية ثماني حقائب وزارية فيما استقرت حصة حزب الله عند حقيبتين واحتفظ كل من حزب التشناق والحزب الديمقراطي بحصتيهما رئيس الجمهورية اليوم وفريقه السياسي بالأحرى يريد بأنه لا يريد أن يعطي يقول بأنه لا يريد أن يعطي الثقة أو يمنح الثقة للحكومة مصرحة برانا وتكرارا بذلك أصبح لماذا يريد أن يشبه هو المزراء طالما أن الحكومة هي المسؤولة عن كل شيء أمام المجلس النيابي في المقابل يعتقد المتابعون لشأن حكومي أن الدفع الخارجي قد يفضي إلى ولادة حكومة قريبا أعتقد أن التدخل الخارجي الآن في مرحلة متقدمة لكن ربما لم يبلغ المدى الذي يحتاجه الرئيسان كي تولى بالحكومة لبنان في عنق الأزمة والأعباء المعيشية ترهق كاهل اللبنانيين مع ارتفاع أعداد الفقراء بنحو غير مسبوق بحسب التقارير الأممية بيد أن التجاذبات السياسية لا تزال حاضرة ما يبقي ولادة الحكومة متأرجحة يودع لبنان في أحلك ظروفه قامة لطالما دعت إلى الطلاق ونبد الفرقة غاب الشيخ عبد الأمير قبلان واللبنانيون ينتظرون ولادة حكومتهم بعد طول تعثر وسط معطيات تشي بأن ولادة الحكومة أضحت قريبة بيد أن التجارب تؤكد أن ولادة الحكومة لا تكون إلا عند إعلان مراسيمها من القصر الجمهوري عبدالصباق بيروت الميادين تذكير بالعنوي قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من البلدات والقرى بحثا عن المتحررين الستة وفصائل المقاومة تحذر من المساس بالأسرة وتصف أمنهم بالخط الأحمر طالبان تعلن الحقائب الرئيسية في الحكومة الأفغانية الجديدة وتواجه دعوات إلى عدد من الدول المشاركة في مراسم إعلان الحكومة وواشنطن قلقة من أسماء بعض الوزراء انتخابات تشرعية ومحلية في المغرب اليوم وحزب العدالة والتنمية يتهم منافسيه بشراء الأصوات بالمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العروية والانجليزية والاسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة